سجون الاحتلال التي تضم ألاف الأسرى الفلسطينيين أصلاً انضم إليها 3100 معتقل فقط خلال شهر أيار مايو الماضي من كل أنحاء فلسطين الاعتقالات المتوصلة ليلاً ونهاراً وثقتها منظمات حقوقية هي لجنة شؤون الأسرى والمحرارين، جمعية الأسرى الفلسطينيين، مركز الضمير ومركز معنمات وادي حلوة في تقرير شهري مشترك التقرير أشار إلى أن من بين المعتقلين ألفي شخص من فلسطين المحتلة عام 48 وهم اعتقلوا ضمن حملة أمن ونظام التي أعلنتها شرطة الاحتلال بزعم محاسبة من شارك في أعمال شغب ولكنها في الحقيقة حملة هدفها تخويف المشاركين في تظاهرات المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس وغزة في مدن وقرى الداخل الفلسطيني كافة التقرير الحقوقي أوضح أن من بين المعتقلين 471 طفلاً، بينهم 291 طفلاً من فلسطين المحتلة عام 48، إضافة إلى اعتقال 42 سيدة أما نصيب الضفة الغربية فكان اعتقال 1100 فلسطيني، بينهم 180 طفلاً، فيما شهدت القدس 677 اعتقالاً في مختلف أنحاء المدينة المقدسة وفي الكثير من حالات الاعتقال، منع المعتقلون من لقاء المحامين واحتجزوا في ظروف تنتهك المواثيق الدولية للاعتقال وقد أفيد باستخدام قوات الاحتلال العنف عند الاحتجاز وبالتعذيب خلال التحقيق لإجبار المعتقلين على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات مقابل حملة استعراض القوة هذه، نظم الفلسطينيون أنفسهم ضمن مبادرات لاحتضان المعتقلين مجموعات من المحامين المتطوعين في المحاكم كافة وفي مراكز الاعتقال والتوقيف وحملات مؤزرة شعبية للمعتقلين وأهلهم ومرافقة جلسات المحاكم في غير مدينة فلسطينية ما شكل ظاهرة شعبية لافتة تضع حداً واضحاً لوهم القوة الإسرائيلي